السلام عليكم ومرحبا بكم إلى هوست زيديار اليوم سنتعلم الأحرف الصوتية السويدية وهاي موجودة الأحرف الصوتية على الشاشة هسا تشوفوهم وراحقراهم هسا أول حرف هو والأحرف الصوتية واحد يقدر يقراهم بشكل يعني يكونون طويلة أو قصيرة وهذول الأحرف الصوتية يسموهم طويل يعني لونج أكو لونجا وقصير يعني كورت يعني أكو كورتا وكورتا وكورت 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 بيهن هذن الأحرف الصوتية حتى يعني تفتهمون شنودة أقول هسا الحرف الثاني هو أكو كورت وكورت 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 ثم أ أ أ ي أ أ إ إ أ أ وكل الأحرف الباقية يعني الأحرف المو صوتية يسموهم كونسونانتر بهاي الصورة اللي هسه دا شوفوها على الشاشة الأحرف المرسومة بلون الأحمر هم فوكالر والأحرف المرسومة بلون الأزرق هم كونسونانتر زين هسه نيجي للسؤال شون أعرف إذا الفوكال لونج إلر كورت يعني شون أعرف إذا الحرف الصوتي واحد يقوله طويل أو قصير على الشاشة دا شوفون فنين كلمات الفرق بيناتهم هو حرف وهي الدي أول كلمة هي لادة ثاني كلمة هي لادة دا شوفون أو ما دا شوفون دا سمعون شلون الا تنلفظ بالكلمتين بالأول كلمة لادة الا هي لونج بوكال يعني الا ينلفظ بشكل أقوى ولادة الا يصير خفيف يعني كورت فوكال فأول كلمة لادة ولادة فواحد يقدر يقول إنه القانون أو الهوفود ريقل إنه من أكو من أكو فنين كونسونانتر يعني من أكو فنين أحرف مو صوتية موجودة ورا الفوكال الفوكال رح يصير خفيف يعني كورت وإذا أكو بس حرف واحد يعني كونسونانت واحد ورا الفوكال الفوكال رح يصير لونج فهي يعني هفود ريقل أرات من أنفندر كورت فوكال فرمفر 2 كونسونانتر وكورونج فرمفر 1 كونسونانت فمثير ما نجيب هاي أول كلمة كمثل لادا لديا 1 كونسونانت والآ فوكال صحيح فالآ لأنه موجودة وراها بس 1 كونسونانت فالآ رح تصير 1 لونج فوكال أما لادا موجودة وراها فنين دي وفنين دي هو يعني تفو كونسونانتر موجودة ورا الفوكال يعني لآ رح تصير خفيفة يعني رح يصير كورت فوكال فيصير يعني الفرق اول كلمة ينلفظ والثاني كلمة ينلفظ نجيب هم بعض كلمات كمثل حتى تعرفون مثلا اول وحدة موجودة وراها اين konsonant فالي يصير اول كلمة موجودة وراها ثنين konsonanter فالي يصير اين كورت مثل ثاني ست او ست ست ال ا صار long vukal لين موجودة وراها بس اين konsonant اما ست ال ا صار ات kort vukal لين موجودة وراها ثنين konsonanter هسي تاك او تاك تاك ال ا صارت long vukal لين موجودة وراها بس اين konsonant ال تاك موجودة وراها ثنين konsonanter ورا ال vukal فال ا صار فال ا صار en kort vukal واخر مثال هو flitta او flitta فاول كلمة ال ا صارت en long vukal لين موجودة وراها بارا en konsonant ال ا ا ا ا بثاني كلمة صارت kort vukal لين موجودة وراها ثو في konsonanter طبعا اكو استثناء ومو دائما هذا القانون يعني يكون صحيح اكو استثناء يعني هذن الكلمات اللي ما يتبعون هذا القانون واحد لازم يحفظهم ويعرفهم يعني فواحد لازم يتدرب عليهم ماكو قانون معين لهذن الكلمات مثلا هم فم ليم كام اوك من هذن الفوكالر هم الفوكال وموجودة وراها ان كونسونانت فالمفروض الا يكون لونغ فوكال مصحيح بس هنان فالا صارت كورت فوكال فهذن الكلمات ما عدهم هذا القانون يعني ما يتبعون هذا القانون اتمنى انه افتهمتوا وتعلمتوا في شي جديد من هذا الفيديو واذا عجبكم لا تنسون تسعون لايك واشتركوا بالقناة للمزيد من الفيديوهات ونشوفكم ان شاء الله قريبا بفيديو قادم